يوافق الخامس من إبريل كل عام يوم الطفل الفلسطيني الذي يأتي هذا العام في ظل حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة من جهة وتصاعد القمع بالضفة الغربية من جهة ثانية ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر أمس الخميس أن الاحتلال قتل منذ بدء عدوانه ما يزيد على 14.350 طفلا أي حوالي أربعة أطفال كل ساعة ليشكلوا ما يقرب من 44% من إجمال عدد شهداء القطاع خلال هذه الفترة وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين في قطاع غزة والبالغ عددهم ما يقرب من 7000 مفقود أما في الضفة الغربية فالوضع سيء كذلك حيث قال التقرير أن 117 طفلا استشهدوا من بين 455 شهيدا منذ 7 أكتوبر فيما جرح ما يقرب من 724 من أصل الكثير والمئات من الجرحة منذ بدء العدوان كما تم ترحيل 710 من الأطفال من بين 1500 فلسطيني هجروا بالضفة وعن حملات الاعتقال أشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لأنه تم خلال عام 2023 اعتقال أكثر من 1000 طفلا من الضفة الغربية منهم 500 طفلا بعد العدوان على غزة وما زال 204 من الأطفال رهن الاعتقال ويكشف كذلك التقرير عن أن قرابة 43349 طفلا يعيشون بدون والدين أو بدون أحدهما في قطاع غزة موضحا أن الرقم كان 26349 في عام 2020 بزيادة قياسية غير مسبوقة ويشير بيان الإحصاء الفلسطيني إلى أن المجاعة التي تفتك بقطاع غزة والتي أودت حتى الآن بحياة 28 طفلا توفو نتيجة سوء التغذية والجفافي في المستشفيات بينما يقول جهاز الإحصاء إن أكثر من 18 ألف طفلا بحاجة إلى مساعدة نفسية من أثار العدوان الإسرائيلي الذي ترك أثارا نفسية عميقة وعن التعليم ذكر التقرير أن 620 ألف طالب وطالبة في القطاع حرموا من حقهم في التعليم المدرسي للعام الدراسي 2023 و2024 وتنضم إلينا عبر الإنترنت من أمام مستشفى أبي يوسف النجار بمدينة رفح جنوبي في قطاع غزة الطفلة لوجي الحرازين نازحة من مستشفى الشفاء أهلا وسهلا بك وتنضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من داخل مستشفى شهداء الأقصى أو ينضم إلينا خليل عبد العال طفل نازح من مدينة دير البلح وينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من الخليل الطفل أحمد جوابرة بينما ينضم إلينا عبر طيب أرحب بكم جميعا أهلا وسهلا بك لوجي أبدأ معك عارفين عن نفسك لوجي كم سنك وأين تكونين الآن لوجي أحدثك وأنت في مصير مستشفى أبو يوسف النشجار بمدينة رفح أهلا وسهلا بك لوجي لو تعارفين عن نفسك وإن أنت الآن اسمي لانا وعمي 11 سنة كنت عايشة في قطاع غزة وأجد دبابات وطلعنا وهلأ يعني في عشر ألاف طفل استشهد إذ هلأ أنتوا يا عرب ما وقفتوا معنا واتبتوا توقفوا معنا طيب لانا أنت كنت في مستشفى الشفاء وبعدين رحتي إلى رفح احكي لنا رحت إزاي من مستشفى الشفاء إلى مدينة رفح شفت إيه في الطريق يوحد شفنا الدبابات لما دخلوا وشفنا العذاب اللي كان فيه الناس وشفنا الدماء على الأيد وشفنا شفنا شهداء طيب لانا أنت بقالك قد إيه في رفح ضلينا ست شهور بقالك ست شهور يعني أنت بقالك ست شهور في غزة ولكن وصلت رفح إمتى من إمتى وأنا ضليت أسبوعين بغزة بس الباقي جيت عايحة عشان شفنا الدبابات وطلعنا طيب لانا أنتوا كنتوا قاعدين فين الأول في مدينة غزة ونزحتوا ليه قبل ما تروحوا مستشفى الشفاء كنا قاعدين كنا قاعدين بتل الهواء ونزحنا عشان الدبابات وعشان الجيش الأسائيلي فات يقع طيب نتحول إلى خليل عبد العال أحد النازحين في مدينة دير البلح أهلا وسهلا بك خليل يعني احكي لنا عنك وإزاي بتقضي أيامك في دير البلح أنا اسم خليل مصطفى خليل عبد العال نزحنا من حي الصبرة في غزة أول إش نزحنا من حي الصبرة وإحنا قاعدين نزحنا على مستشفى القدس ومن مستشفى القدس نزحنا كان الضمار ومناظر شنيعة وكان يعني كل مستشفى الدم رايح جاي وأشياء اللي بتنبت الرجله ويعني مناظر شنيعة جدا ومن مستشفى القدس قعدنا قرابة 18 يوم هناك وبعدها نزحنا طلعنا على الجنوب ومن الجنوب مش سامع صوت تفضل خليل أنا سامع تكمل نزحنا من الجنوب رحنا على دير البلح نزحنا على دير البلح وفي دير البلح قعدنا عند قرائبنا يعني هان في دير البلح قعدنا شهرين برضو يعني وبعدها رحنا في الخيام قعدنا في الخيام برضو يعني زي ما انت شايف لا متواجد مياه مياه فش مياه متواجد كافية ولا مواد غزائية يعني أنا سيدة من المعلبات والأشياء هادي اللي المتعلبة هادي صار معا أمراض ويعني بقدر شي هاي قيله 3-4 تيام مرمي في الفراش ويعني الحالة صعبة وكيف أقولك يعني الخيام يعني إشي لا إحنا بنحقنا نعيش فيش مش قادرين هنا فيش لا مقومات للحياة بأبتاتا طيب خليل يعني انت بتحكي أوضاع كارثية انت رحت كذا مرة بتنزح لأماكن مختلفة حتى وصلت بك الحال إلى الخيام وهي حياة صعبة تتحدث عنها خليل يعني هذا السؤال ربما غير طبيعي ولكن هتقضي العيد إزاي هذا العام والله إزاي كل الناس ما هتقضي بدنا برضو يعني إحنا بدنا نفرح حالنا بأي إشي يعني أقولك أطفال الأطفال هنا في غزة مكتئبين جدا يعني لو لو لقوا أي إشي بيحبهم يفرحوا قصبا عنهم حيفرحوا حالهم يعني هما حيكون مش فرحنين بس قصبا عنهم حيفرحوا حالهم ويعني طيب خليك معنا خليل يعيد عنها يعني حيكون برضو مش زي كل أعياد الناس طيب نتحول إلى طفل أحمد جوابرة من الخليل أهلا وسهلا بك أحمد قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أطلقت الرصاص عليك من مسافة قريبة وأصابوك احكي لنا تفاصيل هذه الواقعة وعليكم السلام احكي لنا أحمد إزاي تصبت من جيش الاحتلال احكي لنا أحمد أطلقت الرصاص عليك ندك نعمل أروح نعمل ألعب وعلى سنونا لعب فهي مال كل ملك أحمد أنت كنت بتلعب وبعدين الجيش الاحتلال ضرب عليك النار حسب ما سمعت صح؟ اه الظه ضرب علي وطفا حمسك كان معاك مين يا أحمد وقتها؟ كان الحاجة وانت بس اللي تصبت وقتها اوه انا اصاب ايه اصابتك يحمد اصابتك الصخص هارد هارد العصاب طيب اعود مرة اخرى الى الطفلة لانا النازحة من مستشفى الشفاء وهي الان في رفح لانا يعني انت زي ما سمعانا الان معانا خليل قاعد في دير البلح ومعانا احمد جوابرة وهو طفل فلسطيني او طفل فلسطيني من الخليل واصابوا جيش الاحتلال بتلقى في فخذه ازاي اين الرسالة اللي عايزة توجيها لهم السؤال لك يا لانا لانا سمعاني اه اه انا بسألك الرسالة اللي عايزة تقوليها لأحمد اللي قاعد في الخليل وجيش الاحتلال ضرب عليه النار واصابه والرسالة اللي عايزة تقوليها كمان لخليل اللي قاعد في دير البلح ونزح عدد مرات كتير حابة اقولي انه لازم يصمد على الوطن وي ويظلوا يعني يحب الوطن ويعني اذا هلأ هم وقفوا معنا كانت حياة القدس والقدس مش اننا وحدنا لكل العيب واحنا هلأ منحقنا اننا نتعلم منحقنا اننا نلعب منحقنا اننا نديس واجت كالحايب وقطعت عنا كل اشي ولانا انت بتقضي وقتك ازاي حاليا بتقضي وقتك ازاي خلال اليوم في النزوح يعني صعب هلأ اليوم المفيد اننا نصلي بالجامع بس قسقين الجوامع ومش عايفين واننا نحن نصلي فبنصلي ببيوتنا وانت بتلعبي فين احنا بنلعب جو بيوتنا عشان فيش مكان نقعد نلعب فيه طيب ما تعرفت عادي واحنا بيضو منحقنا اللعب وهم وهم اطاعوا عننا اللعب واطاعوا عننا كل اشي احنا من حقوقنا اننا نلعب ومن حقوقنا اننا ندرس ومن حقوقنا اننا نتعايف على اطفال معنا بالمدهسة يعني احنا هلأ كنا بغزة لسه بنلبس عشان ننوح المدهسة صايت القصف ويحنا على مستشف الشفا وبعدها لما اجتوا الدبابات يحنا عن ضاي سيدو وهلأ بالاعياد اه فيش يعني الاعياد مش زي الاعياد الباقية العيد هذا يعني هيكون صعب لانه احنا هلأ المفيوض نكون اي حين نشتي اه دوم للعيد بابا يودينا المحلات نشتي شوكولاتات انو نحن ضاي ساتة نعمل كاعت بس احنا هلأ ما بنعمل كاعت احتى يوما للشهداء طب انتي فطرت ايه اليوم يا لانا اهلك فطر ايه انت فطرت ايه اه افطينا مسخنا عشان هادي ايضنا اه الوطنية واحنا بنحب اكلنا الوطني بنحب وطننا ونلازم نزع بقلوبنا بنا نحب الوطن ونحب وياساتنا طيب خليل الطفل أنازح في مدينة دير البلح أواجه هذا السؤال إليك يعني زي ما سمعت ملانا هي بتحكي إن القدس بتاعتنا كلنا بتاعت الفلسطينيين وبتاعت العرب والمسلمين عايز تقول إيه في الموضوع ده إنه إحنا يعني القدس إلنا الوحدة إلنا كلنا مش للشعب الفلسطيني الوحدة يعني يحق لكل العالم لكل الشعب العربي إنه يجاهد من أجل القدس مش بس يعني إنه الشعب الفلسطيني إنه اللي يجاهد من أجل القدس لا عادي ممكن يعني إنه الشعب السعودي أي دولة عربية إنه لأنه القدس إلنا كلنا مش لفلسطين لواحدها يعني إحنا يلقتهم كلهم سايبيننا إحنا نجاهد لوحدنا وسايبيننا نموت في الأرض لحالنا يعني إحنا مش شايفين ولا حد بنجدنا منهم طيب ينضم إلينا عبر الإنترنت من الخليل أو معنا أحمد من الخليل أحمد جواب رأى أحمد يعني زي ما سمعتين شوية أطفال فلسطينيين في غزة يعني أوضاع صعبة يا أحمد ما فيش أي أجواء للعيد وما فيش أي ما هيكين يعودوا فيها خليل قاعد في خير بعد ما نزح حدث كثير من المرات حيث تقولهم إي يا أحمد سمعك يا أحمد فضل طيب أحمد لسا سمعيني معايا طيب يبدو أن هناك مشكلة تقنية عند أحمد ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن لإثراء الحوار مع هؤلاء الأطفال أليكسندرا سايغ مديرة قسم السياسات الإنسانية بمنظمة أنقذوا الأطفال سيدة أليكسندرا معنا عدد من أطفال فلسطين أطفال من غزة وأطفال من الضفة طفل يجلس في خيمة وطفلة أخرى نزحت عدة مرات وهي الآن في رفح وكانت في مجمع الشفاء استمعتي إليهم ما الذي تريدين أن تقوليه لهم حاوليهم يسمعونك سيدة أليكسندرا تفضلي الوضع بالنسبة للأطفال في فلسطين كارثي ولو ذكرنا أسماء وأعمار الأطفال الذين قتلوا في المدة الأخيرة فسيتطلب ذلك من ثمانية عشرة ساعة زملاءنا في غزة يقولون لنا أن الوضع بالنسبة لهم كارثي عندما يسيرون يرون أطفالا حفاتا يسيرون وفي الطريق على غير هدى لا مكان لهم ولا طعام ولما كان يذهبون إليه المجتمع الدولي قد فشل في حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة بشكل خاص وما نحتاج أن نراه هو أن المجتمع الدولي يعطيهم بعض الأمل وفي يوم الطفل الفلسطيني هو اليوم الذي ينبغي أن يعترف المجتمع الدولي بأنه تخلى وفشل في حماية هؤلاء الأطفال الأطفال يشعرون بأنهم متخلى عنهم ويعانون من الجوع والأمراض وسوء التغذية إذن هذا ينبغي أن يتوقف هم يسمعونك الآن سيدة أليكسندرا هؤلاء الأطفال الذين كنت أتحدث لك عنهم ما الذي تريدين أن تقولينه لهم؟ سأقول لهم أنا آسفة لأننا خذلناكم أنتم هناك أطفال غزة عانوا الكثير إلى حد الآن تحت سيدن السادسة عشر تعرضتم لحصار عسكري وحشي وعنف متكر وأقول لكم نحن آسفون لأننا خذلناكم ولم نحمكم طيب يعني أوجه كلامك إليهم سمعت خليل خليل من دير البلح سمعت كلامك سيدة أليكسندرا صايغ من منظمة أنقذوا الأطفال عايز تقول لها يا أحمد عايز تقول لها يا خليل عذرا أنه اعتذاركم مقبول ولكن إحنا بدنا تنقذونا إنه إحنا بدنا تنقذونا إحنا بنموت هنا في الأراضي هاد في أرض فلسطين إحنا يعني بدنا حد ينقذنا إحنا قاعدين بنموت في الأرض ولا حدا مدور علينا وبقول لهم إنه الدول العربية الدول العربية وين دور على أخوتها إحنا فلسطين برضو دولة عربية وين الدول العربية من عنا وينهم أنا بوجه كلام لدول العربية المفروض من أول أسبوع في الحرب أو من أول شهر كان هما أنقذونا قادرين هما أنقذونا بس الحكام العرب مش وقفين معانا مش حابين هم ينقذونا طيب أعود إليك سيدة ألكسندرا مجددا يعني خليل يتحدث أن الاعتذار الدولي مقبول لكنه يحتاج إلى الاقتران بالفعل والفعل المطلوب هو إنقاذ هؤلاء الأطفال من هذه الحرب الحرب على الأطفال طبقا ليونسيف كيف يمكن للمجتمع الدولي إنقاذ هؤلاء الأطفال سيدة ألكسندرا حق تماما المجتمع الدولي الكبار الذين يرتكبون هذه الجرائم واستسببوا في هذه الأزمة يحتاجون إلى توقف لإطلاق النار وأن من يدعمون هذه الأزمة ينبغي أن يتوقفوا عن إرسال الأسلحة إلى الجهات المتقاتلة والزملاء والزملاء خاطبوا مجلس الآمن وحثوه على اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار وأوضحوا أن أطفال غزة يموتون جوعاً من الضروري أن يتم التصرف الآن قبل أن يكون الوقت متأخراً جداً لنا الحرزين النازحة من مستشفى الشفاء وهي الآن في رفح لنا سمعتي كلام السيدة أليكسندرا من منظمة أنقذوا الأطفال هي بتقولك أنهم بيحاولوا ينقذوا الأطفال وأنها بتحاول والمجتمع الدولي يحاول إنقاذ إنقاذك أنت شخصياً وإنقاذ باقي الأطفال عايزة تقولي لها إيه الأطفال يموتون جوعاً كملي يا لانا تفضلي الأطفال الآن يموتون جوعاً وعسفاً المطرز يكون عندهم بيت يقويهم وأم وأبي يحميهم هلأ هم ما عندهم ولا أم ولا أب ولا منزل يقويهم ولا عندهم حامات يتغطف فيها ولا عندهم ملابس للعيد العيد هذا مش هيكون زي الأعياد السابقة الأعياد السابقة كانت فيها فايحة وفيها وجه ابتسامة بس الأعياد هذه كلها حزن سيدة أليكسندرا كما سمعت من لانا ولانا بالمناسبة هي طفلة فلسطينية نازحة وهي الآن في مدينة رفح بماذا تردين عليها نحن ندعو على الجهات صاحبة القرار التي تطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار وإلى أن يتم رفع جميع العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية وهذا ما نحتاجه الآن طيب أحمد جوابرة يعني سمعت إحنا معنا ضيفة ضيفة دولية في منظمة كبيرة عايز تقول لها إيه؟ إحنا عبدنا حماية كل يوم بضربونا كل يوم بقضونا ضربونا بالحابس ويوم نفاحش ولا إشي حياتنا رمضان هو مش فرحنين فيه سيدة أليكسندرا كما سمعت كلام أحمد أحمد بمناسبة هو طفل فلسطيني أطلق جنود الاحتلال النار على عليه وأصبته طلقات في فخذه أثناء لعبه مع أصدقائه يقول لكم احمونا احموا أطفال فلسطين بشكل عام أطفال غزة وأطفال الضفة بماذا تردين عليه؟ أقول إن المجتمع الدولي ينبغي أن يستمع إلى صوته وأصوات الأطفال ومن يحتاجه أن يستمع المجتمع الدولي إلى الأطفال لقد سمعنا منهم الكثير وفي مناسبات عديدة خلال الشهور الأخيرة قد حان الوقت لأن يستمع المجتمع الدولي لما يجري على الأرض وهؤلاء الأطفال الذين هم أكثر من يعانون من هذا الوضع طيب أعود مرة أخرى إلى خليل خليل عبد العال خليل أنت تكتب الشعر كما علمت لو يعني احكي لنا شعر أنت كذبه أو أنت حفظه صحيح فلسطيني أنا اسمي فلسطيني فلسطيني أنا اسمي فلسطيني نقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغاديني تدك النار في روحي وتنبض في شرائيني جبال النار تعرفني مغاورها وتدريني بذلت الطاقة وقلت لأمتي كوني صلاح الديني وفي أعماق أعماقي تناديني للثأر للتحرير تدعوني والرايات التي طويت على روبات حطيني وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني بألف من الأسرى وآلاف المساجيني تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملاييني تقول لهم إلى القدس إليكم قبلة الديني إلى حرب تدك الظلم وتزهق روح صهيوني وتهدر كلمة التي تمضي فلسطيني 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 شكرا لك خليل إذا أنت حابب بردو طيب اتفضل كيف اللقاء وقد شطت بنا السبل وذرفت من دم في ليلها المقل وكيف ننسى بتلك الدار لمتنا وهل بمأساتنا يحيى بنا أمل مرابع الروح ما جفت شواطئها وذكريات لنا في الصدر تشتعل يا دار يا دار فيك تركنا بعض مهجتنا فهل للقياك يبقى عندنا أمل وتبكي الزوايا فكم ضمت لنا قصصا وفي الفناء خطا لم يمحها هطل وفي شبابك آهات مخبأة الليل يعرفها والشمس والظلل غصم يمد على الجدران أزرعه مرحبا بضيوف البيت إذ وصلوا للعز قد نذرت تلك الديار فكم في حبها شبت الأخلاق والمثل عند الوداع عند الوداع انثنت جدرانها ألما ودت لو احتملت في رحل من حمل فكيف لم تزهق الأرواح حين نأت وكيف لم ينفطر قلب إذ ارتحل حتى الحجارة قد حنت لساكنها فكيف بالقلب إذ داقت به الحيل يا صاحي لا تحسب الجدران من حزر بل أنفس في سكون الليل تبتهل لله نشكو إذا ما الشوق أوجعنا أرواحنا رحلت في إثر من رحلوا أرواحنا رحلت في إثر من رحلوا شكرا خليل وتعليق أخير لنا أنت سمعاني صح؟ لنا الحرزين لنا أنا عايزة أسألك إيه رسالتك النهاردة للطفل الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل عايزة تقولي إيه لأطفال الفلسطينيين اللي معاك في غزة هو شجاع ودافع عن الوطن وأنا حابة أتكلم جملتين بالإنجلش هما شكرا لانا أتمنى أن تصل هذه والإستغاثة والنداء إلى من يسمع الآن طيب أحمد جوابرا أحمد النهاردة يوم الطفل الفلسطيني إيه رسالة اللي عايزة تقولها للعالم وإيه رسالة اللي عايزة تقولها كمان لأطفال الفلسطينيين أنا خلني منيش أروح عطو الشمسي أروح زين وطن العالم أروح أنا أتمنى أتمنى دلي القدس أروح قاوم أدعب عن وطني خلهم مش أكش عن مقيمي وظن ظن إن شاء الله قاوم قال نفسه سيشعي شكرا لك أحمد جوابرا الطفل الفلسطيني الذي أطلق قوات الاحتلال الرصاصة عليه وأصابت كذلك طيب تعليق أخير من السيدة من السيدة أليكساندرا صايغ مدير قسم السياسات الإنسانية بمنظمة أنقذوا الأطفال سيدة أليكساندرا كما سمعت من هؤلاء الأطفال هذا الوضع الكارثي والبائس لأطفال قطاع غزة وكذلك لأطفال الضفة الغربية كيف السبيل لإقاف هذه الحرب في غزة؟ منظمة يونسف تقول إنها حرب على الأطفال كيف السبيل لإقاف هذه الحرب؟ هي فعلا حرب على الأطفال خاصة عندما يشكل الأطفال نصف السكان ما نحتاجه هو أن يتم التوقف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي نحتاج إلى توافق على وقف إطلاق النار وأن توقف الدول التي تمد الأطراف المتحاربة باستلاح أن تتوقف عن ذلك أعضاء الأمم المتحدة ينبغي أن يستخدموا كل التأثير السياسي الدبلوماسي الممكن لإيقاف ما يحدث في غزة والتوافق على وقف لإطلاق النار حتى لو حصل ذلك غدا فالأمر سيتطلب سنوات حتى تعود غزة يعاد بنائها وتعود إلى ما كانت عليه والأطفال أيضا سيظل فيهم آثار عميقة لطوال حياتهم مما حدث خلال هذه الشهور الستة والمجتمع الدولي ينبغي أن يطالب بالمحاسبة والمسائلة على الجرائم التي ارتكبت في حق الأطفال في غزة شكرا جزيلا لك سيدة أليكسندر صايغ مديرة قسم السياسات الإنسانية بمنظمة أنقذوا الأطفال ترجمة نانسي قنقر